يعني استعادتي زي لشخصيتك في الاختيار الحمد لله هو كان تحدي كبير وتجربة مهمة في حياتي والسبب فيها دكتور بيتر ميمي هو آمن وصدق وشاف ان انا ممكن يطلع مني مبراهيم انا نفسي ما كنتش مصدقة مش تخيلا هو يعني ازاي شافني كده فهي تجربة مهمة يعني انا كان عندي استعداد عمل اي حاجة واذكر اي حاجة وعمل اي تفاصيل مختلفة علشان نشارك في الاختيار فالاختيار بالنسبة لي كان حلم كبير لانه عمل وطني مهم وانا احب اكون جزء من اي عمل وطني بيعمل دور مهم زي الاختيار هو اللي رشحك دكتور بيتر ميمي دكتور بيتر كان بيتفرج على عرض اسمه سينما مصر بيعمله استاس خالد جلال ده مخرج كبير طبعا وانا في الورشة بتاعته ومشاركة في المصرحية فعرفت يومها ان استاس خالد جلال عزي من دكتور بيتر ففرحت جدا وبدأ الامل بقى يدخل جوايا كده فيه احتمال وعدت اقول يا رب شاور يا رب يشوفني بس وبعد لكن ادائك كوميدي داخل المصرحية انا بعمل في المصرحية ماري مونيب وبعمل جملات زايد بعمل كوميدي كتير في المصرحية وبعمل كمان سناء جميل في الزوجة التانية تحية كاريوكا في شباب امرأة فايزة عمسي بفعرق البلح فبعمل شخصيات متنوعة بس برضو مفهمش فاطمة يعني مفهمش خالص ام ابراهيم دي فبعد العرض دكتور بيتر تلع وسلم علي وقال لي انتي ممثلة هاي له وهنشتغل مع بعض فكنت فرحانة جدا جدا وحسيت ان ربنا سمع دعوتي عني بعد كده شركت انتاك كلميتني ورحت قريت الورق لقيت الدور صغير بصيت كده وتخضيت بعدين قلت لا ده الاختيار اللي انا كان نفسي فيه بس ومضيت الحمد لله يعني المجرد ظهور فقط او حتى لو مشهد واحد صحيح انا كنت بحلم اني اشارك في الاختيار من الجزء الاولاني بس كنت حاسن ان ده مستحيل انه خلاص بيتعرض فلما عرفت ان فيه جزء تاني طبعا كان عندي امل كبير يعني ده كان تارجب بتاعك كنت بكلم ربنا وربنا اسمعني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة